قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتتنكر عشان تتقرب من رئيس الواسم القاسي اللي قتل عائلتها بس بتشوفوا انه مش هو اللي قتلهم وبتعرف الحقيقة وفي الاخر بتحبه فترى ايه مصر على كتب سوا؟ ده لنعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في قناة زميلي وما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير ويلا نبدأ الجزء بيبدأ مع تشين اللي جانغي بيسمحها تسجيل سونغ ويأكد فيه في ان هو سبب في مقتل عائلتها اصلاً واحتفظ بالتسجيل ده علشان يحافظها لحياته واللي كان مع الشخص اللي اشتغل مع سونغ واداره الناد عشان يسكته وبتقول ان التسجيل ده مش بيثبت اي حاجة وبتكون مش عارف تصدق من فيهم اصلاً وجانغي بيكون بيحاول يشككها في سونغ علشان تنتيم منه وبتقول انه اكيد خايف لتشك فيه اصلاً وبتكرت اتفق معاه في انها تعمل كل حاجة بنفسها وعاوز يسيبها لوحدها ويشوف انها تاخد قرر الصح وبيردالها مساعدة وبتكرف انها تروح لجيانغ عشان تعرف الحقيقة اكتر بما انها لسه مش عارفة من اللي قتل عائلتها وبتقول ان وجودها هنا مع جيانغ فتخليها عن اكتر ولما سونغ بيجي بيكون الان عليها وبتعرف انها روح تشوف جيانغ وبتوقف انها عارف كل حاجة عنها وعارف انها مش عامية ويخانته وعاوزي يقتلها علشان يا مش هتكون بنت صالحها ابدا وبرغم كده بيكون عاوزها هي بس مش اكتر وعاوز يكون معاها بس تقدر ترفضه على طول وشايفها متواضع ومش قد هدفها وبتجي تمشي بيوقفها وبتقول انها مكانتش تعرف انه سازج او كده وبتقول ان ده كان فخامة من الاول وانها كانت عايزة تقذيه بس بس عايز يعرف اللي حصل في قطه كرحية ولا لا وده اللي بتخليه محترفي برضو وبتكرر تبوسه ومش عارف انه اللي بتتصرف كده وعايزة احتكر نفسه شوية علشان هم معارفين الصحة والغلط على طول بما انهم بلغين ومش عاوزة تصدق جيانغ علشانه بيجزب عليها في كل حاجة وعاوزة تصق فيه وبس بس هي بترفض علشان عمرها معتصق فيه وبتكرر انها تبقى دعنه وما تروحش معاه خالص وبتأثر فيه فجأة جيانغ بيجي وبيديه سنغ جدا بس بيعرفوا انه جاه علشان ياخد تشين رغم عادة برغبة سنغ في انها تروح معاه وبيعرفوا انها اخذت لقى بيلته خلاص فهي بقت مراته وهي بتعرفه في انها خاصة بالجيانغ من الاول وبتكرر تتخلى عن سنغ وبيتروح معاه بس لما بيجو ماشيين وبيمسكها وبيركز فيها بيحاول يمنحها ولما بيوجعها بيسيب ايدها على طول وبتمشي مع جيانغ فبتوصل ايها مش طيقاء وشايفة في انها مش عارفة تخل كرر حاليا بس بيتعرفوا في ان اخفاء حويتها كان كويس علشان سنغ بقى عدوها حاليا ويتبقى من عيلة مين حاليا وبيكون مش عاوز ان يحصل لها علشان كده كله يركز عليها ويتواجه سنغ وبيروحها بقى بتقول انها جيانغ تشو اصلا وبتقول ان اللي هي اماها يخطاها اما عاوز انها تندم سنغ على عمله وبيكون مستغرف انها بقى تفكر بطراقه دي وبيت مجنونة يعتبر وبيتروح معاه في مكانه فبيعدي اليوم مع السنغ اللي بيوصل ويشوف ان يرجع لوحده من غير تشين وهو بيكون بيفكر على خطة جيانغ اللي اكيد عاوز يستغلها وبيكون بيفكر في ان ازاي يثبت ان جيانغ هو القاتل عيلة مين واللي تاني يوم بيروح له وبيدوله الصور اللي انتك في القانون وعاوز يبعد عن تشين بس جيانغ بيرفض وبيوريره انه صور محادثات دي برضو وبردو ده خالف القانون وبيكون بيهدده بتشين وبيستغلها علشان يعرف تغلب عليه وبيعرفه فانه فان عاوز يكون معهم مستغرف وانه ليه بيستغلها كده علشان هو اشافه نقطة ضعف كبيرة عند سنغ فلازم يعمل ده وبيضحك عليه وبيخليه روحوا يضربه بس بيوقفه علشان يشوفوا الفيديو ده واللي بتكون يا طريقة تصراحة بنفسها انها الناجية الوحيدة وان هي جيانغ تشو وبيتكون بتدور على قتل عالتها وانها تشوف اللي عمل كده فيهم وتكشفه لكل ريب ويتاخد كل املاك عالت من في خلال اسبوع ومش بترد على اجابة سؤال ارتبطها بسنغ وانها مش بتفكر فيه فسخة خطوبة وبيتضيق وبيقر يمشي وكمان تشي بيكون متضيق وبيقر يرن على جيانغ علشان ازاي يعمل كده من غير ما يعرفه خصوصا انه اللي خليه موات عالت من من زمان وبيكون جايغ ده سوسا وبيشتغل لنفسه وعاوز يدمر كل شخص حوالا منه علشان يكسبه وخلاص فسنغي بتقابل مع تشيين اللي بتشوفه انه متضيق من حاجات كتيرة وانه بيكون بيفكر انه يتجوز منها وعشان كها بيعرفها فانه عارف انها من قلت من بس هو بيكون خايف عليها علشان فيه اشخاص كتيرة يحاول يقذها من دلوقتي وبيحاول يزبط دليها علشان او مش عايز منها اي حاجة وبيكون بيجبرها فانها تروح معاه وشايف انها لسه خطبته من زمان اساسا فبيمسكها وبيكون عاوزها جنبه على طول حتى لو هي رفضة ده علشان بيجب تكابر وببطل بتعمله ده احسن ولين بيجب تمنعه ومش مسدقه انها جنغي تشوفه وبيرفض ان الين تتضيق عليها اصلا علشان بيجب تدخل في اي حاجة كده واتشين بتكون بتستفزها كتير وبرغم كده وبيدفع عنها وبيتسيب وبتمشو على طول ولين عايز يكون معاها بس بيرفض وبيقر يروح وراء تشين بما انه بيحبها فبتروح تبكر تشابوها علشان هي ترفضت حاليا ومش عارف انه زي رفضة كده وبتجيب الغاز على تشين وعاوز ينتين منها وبيفكر في التخلص منها بالفعل وبيعرفها في انه يعمل ده فيها وبيكون متدايق فانروح لصانغ وبشوف الوصائق طول الفترة اللي فاتت ده وانه طالما تشمع جنغ فهو بيحاول يخب منه كل حاجة من دلوقتي وانشو عاوز يقرر من تشين بما انه بيحبها وشايف انه مش بيتامل نفسه خالص وفجأة بيجي له خبر ان تشين في شخص خدها ومن هنا بيجي فول جنغ بيعرفوا ان تشين يعمل فيها حاجة واللي بتكون مخطفة من جانب لين ومش بتقتلها وبتكون بتتغلب عليها وبتكره في انها تدمرها وبتكره تصورها علشان عاوز تفضحها وتنشر فيديو اختصابها اصلا وعايزها تبعد عن سونغ علشان هي اللي جابت ده لنفسها لما اخدت سونغ منها ووقفت في طريقها وطالما عملت كده يبقى تتخلص منها وهي بتروح تقددها رغم منها ممسوكة وبتضربها وبيتبني ان يتشين مش خايفة منها خالص وبتكرر في انها تضرب فيها وتخليه اختصبها اصلا وبيعمل ده بالفعل تحت انظار من يتشابوها اللي بيكون متابعة اللي بيحصل ده بس هي بيكون معها سكينة وبتكرر تدرب الشخص اللي بيحاول اختصابها واي حد بيقرب منها بتروح تقدده بلين علشان لو حد قرب منها تقتلها ويتكون خايفة اكتر عليها علشان بلاش تلعب معها او تقذيها بالطرقة دي وبتضربها بالقلم زي ما عاملت معها زمان وبتسيبها وبتمشي على طول وبالرجالة بتلموا عليها وبيحصروها وهي بتكون وحيدة بس اللين برغم كده بتكون عايزة ان يخلصوا عليها وبتهجموا عليها بالفعل بس فجأة سنغة بيجي وبيكرر يضربهم فبيروح يضرب فيهم وبيلاقي في ان تشمي بها دولها كتير وبيتأسف ليها وبيكرر يحمها من اللين اللي لما بتشوف ده بتحاول تبرر اللي حصل بس بيحذرها من التقرب منها مرة تانية علشان كان زمانها ماتت لو هي مش بنت ومش عارف اللي بيخليهم يحبوا تشين بمأنها مزيفة فبيقول ان هو معجب بها بالرأي حاجة ولما تشي ابو لين بيشوف ان بنته بتترفض بيكرر ينتم من سنغيو وبيروح عشان يمنعه ان ياخد تشين ويمشي وعشان كده بروح يمسكها وبيتحارب معاهم وبيحمي تشين من الرجالة دول اللي بيحاول يؤذوها ولما بتجي بتكون تتقذى هو بياخد ضربة مكانها وبيتأثر بشكل كبير ويتشين مش عايز يسوبه يهرب اصلا وبيكون ضعيف كتير من الضربة ديه وتفضل مش عارف تعمل ايه ولما بيجي قربه منها بتروح تولع النار عشان تمنحهم ولما بتترجعون يسيبها تيمشي بدل ما يموت وبيسمع كلامها ويجينغي بيشوف انها بتتم بسنغ بشكل كبير والليانه بيروح المشفى ومش عايزها يموت او يحصل له اي حاجة ويتمسك ايده كمان وعايز يكون كويس رغم انه بيطمنها ويدخل عمليات في الوقت ده ويتروح تستنى ويهي حزنه كتير ويتشين بيجي وخايف على رئيسه جدا ويتشين بتفضل تبكي بشكل كبير عليه ومن الوضح انها بتحبه ويتشين بيفضل خايف معاها ويتتمنى في ان يكون كويس ومن هنا الدكتور بيطلع ويتطمنه في النبخير علشان اعضاءه سليمة ويتفرح فيتروح تيتم بيه وهو في العمليات ويحس بيها بل بيحلم بها ويمسك ايدها ويتشوف ان اندفع عنها وما كانش عايزها تموت ومش عارفة تعمله امن دلوقتي ويتفضل معه اصلا فبيعد دلوقتي مع فوقان سونغ اللي بيلاف ان تشين ايامه وصيرت ويبتتم بيه اصلا ويروح يتأمل فيها وبيلاف انها كانت خايفة كتير عليه وده هو تعبان ويتشوب يدخل ويرفض ان اي حد فوقها ويخلي تشيو حط خطه علشان يدمر تشيه بما انه كان عاوز موتهم كده ومش يسمع لحد ان يقز الست بتاعته كده عادي وبتأمل فيها اكتر فبنروح لتشيه اللي بيكون عاوز يبقى بنته على اللي بيحصل ده وبيجاله جيانغ بيكون بتفقوا معه على سونغ ومن الواضح ان جيانغ ستخلى عنه علشان ممكن يروح للسجن وقرر يتصرف زي ما هو عايز علشان اما في شراكة مع بعض وشايف انهم هتخلوا عن بعض في سائب تشين وان جيانغ هو اللي قرر يتخلص من كل ده اصلا عشان كان خايف لسونغ يتجوز من تشين علشان ممتلكات ما تروحش ليه وبيكرر يهدده لو تخلى عنه وعشان كان بروح يفكره بقامرة العربية واللي بينكره ان يعرف مكانها وبيروح يهدده علشان لو كان بيكذب عليه فمش يسيبه خالص وبيمشي وبيخلي تشيه مصدوم فنروح لسونغ اللي بيكون فايق وتشو بيكلمه على خططته اللي بعد كده وهيعمله امع تشين بما انها ما حاليا وعاوزين يحموها وخصصا صونغ اللي بروح يحسس عليها وبيخليها تفوق ولما بتقوم بتطمن عليها وبتكونها الان بس بتنكر وبيروح يوقفها قبل ما تمشي علشان فرحانه وبيتعرفه في انها مش بتتم بيه علشان انقذها بس مش اكتر وبيتعرف انها شافته راح عندي جسر موت عيليتها وانه كده هو اللي قتلهم فبيروح يعرفه في انه ما قتلش حد وانه اخر وبيحضنع وعشان كان بتسمعه التسجيل وبيعرفه في ان ابي تات سنين راح لي هناك بس كان الوقت عدى خلاص وبيخاف عليها كتير وبيتصل بالشرطة وانه التسجيل ده كان بيحاول يعرف من هو القاتل وانه كان بيجمع الدلال ده كلها بس لازم تكون موجودة علشان هي الاساس وانه مكذبش عليها في الفداية في اي حاجة وبيتعي تمشي بيمسكها وبيحضنها علشان مش عايز تبت عنه خالص واجيان غيب يكون هناك وبيفكر في انها تصدقه بس هي بتكون مش متأكدة اصلا وبتمشي على طول وهي مرتبكة كتير من اللي حصل ده واجيان غيب يكون متباحة على طول وبيرنع على شاق فبنروح للبنت دي اللي بيروح لها جيان غيب واللي بيكرر يفوق البنت دي واللي ناوي ينتهي من ستونغي بيها اصلا والجزء بيخاصة لنا فمن تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فعل الجرس حلوين علشان وصلوك الجزء الجاي تابعونا سلاة